أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من ننثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهما كانوا يدعون من قبل ومنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس القنور ولئن ذكناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذاني وما أذن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي النري عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليغ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريد كل رأيتم من كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفب ربك أنه كان على أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريد من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يصبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض لمن في الأرض يلا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله وكذلك أوحينا إليك قرآننا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والوالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء علم شرع لكم من الدين ما وصوا به نوح والذي يوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنكيم الدين أنكيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبئ إليه من يشاء ويهدي إليه من ينب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا وسقمك ما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله إليك بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما سجيب لهم حجتهم ضاحرة والذين يحاجون في الله من بعد ما سجيب له حجتهم ضاحرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد حرث الآخرت نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نطيه منها وما له في الآخرت من نصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كُلَّا أسَّلُكْمَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَكْطَرِفْ حَسَنَةً نَزِّدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَكُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّشَ إِلَّاهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُونَ يَخْتِمُ مِیم تِ پیشنن جسم ہے أَمْ يَكُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّشَ إِلَّاهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُونَ ام يقولون افترا على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته هو عليم بذات الصدور وهو الذي يكبل الطوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيط من بعد ما قنته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بط فيهما من دابت وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصوابكم من مصيبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلى إن يشاء يسكن الريح فيوضلن رواكد على وهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبكهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوطيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإتم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفكون والذين إذا صوابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلحا فاجره على الله إنه لا يحب الوالمين ولمن انتصر بعن ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من ترف خفج وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مكيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يوم اذن وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفیظة إن عليك إلا البلاغ وإننا إذا ذقنا الإنسان مننا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناتا ويهب لمن يشاء الزكور وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله لذينه ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون وإنه في أم القتاب لذينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا عنكم تم قوم المصرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي لله كانوا بهي السحذئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضامة للأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلق هن العزيم عزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلق هن العزيز العليم ٹھیک تھے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدْرٍ فَانْشَرْنَا بِهِ بَالْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَكَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْقِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسَّمُوا عَلَى ذُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا سَّوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَكُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْغَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَاصْفَاقٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّغَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَالِ مَثَلًا وَالَّوَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ قَظِيمٌ وَمَن يُنَشَّهُ فِي الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةً لَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَالِينَاتًا أَشَاهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَالُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ مِنْ لَا يَخْرُسُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْسَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَانِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا عُرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَذِينٍ قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَانِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَكَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاهُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من الكريتين عظيم أهم يكسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعد درجات ليتخذ بعدهم بعدا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس همتا واحدة لجعلنا لمن يكفروا من رحمال لبيوتهم سقفا من فدد ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكيون والزخرفا وإن كل ذلك لما متعوا الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فأنت تسمعوا السماء وتهدلون بيوما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإننا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإننا عليهم مقتدرون فالسمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دول الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول ربنا عالمين فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون وما نريهم من آيات لله أكبر من اختها وآخذناهم من عذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الصاحب دعونا ربك بما عهد عندك إننا لمه تدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذاهم ينقطون ونادا فرعون في قومه قال يا قومي ليسري ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتيا فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقطرنين فالسخف قومه فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آصفون انتكمنا منهم فاغرقناهم مجمعين فجعلناهم صلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا آلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خاصمون إنهو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولون شاء لجعلنا منكم ملائكة يخلفون منكم ملائكة في الأرض ملائكة في الأرض يخلفون وإنهو لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال لك الجدكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاقترف الأحذاب من بينهم فبين للذين وربوا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الآخ الله يوميذن بعدهم لبعد عدو الآخ الله يوميذن بعدهم لبعد عدو يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلوض الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ولمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبربوا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يقدمون قل إن كان للرحمن ولد فالأضل العابدين سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش أما يصفون رب العرش أما يصفون فدرهم يخوضوا ويرعبوا حتى يراكوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتباوك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الصاعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إننا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يرعبون فرتكب يوم تأتي السماو بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا الأذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تبلوا عنهم وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش الباطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إليا عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلم على الله وإني آتيكم بسلطان مبين أن لا تعلم على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدد بربي وربكم من ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتذلون فدعا ربه أن هؤلاءكم مجرمون فأصر بعباد إنكم متبعون فأصر بعباده ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى كم يقول؟ وترك البحر رهوى إنهم كانوا مغرقون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم ترقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المصرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاهم مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأطو بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرون أم قوم الطبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعنبون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً أم مولاً شيئاً ولاهم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزكوم تعامل أثيم كالمهل يغلي في البطون تغلي الحميم خذوه فعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبه فوق رأسه من عذاب الحميم ذقع إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وصبرك متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبط من دابت آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماع من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَإِلُ لِكُلْ يَفَّاقٍ أَدِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُطْنَعَ لَيْهِ ثُمَّ يُسِرُّ مُسَّكْبِرًا كَالْلَمْ يَسْمَعَهَا فَبَشِّرُهُ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا اتَّخَذَهَا هُذُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٍ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوْ شَيْنًا وَلَا مَتَّخَذُوْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُذَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْقُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا وَمَأْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْلُّبُوَّةَ وَرَزَكْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمَ لَلْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَاخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُو عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيَّا وَإِنَّ الْظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوكنون أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَهُوا السَّيِّيَاتِ يَنَّ جَعْنَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ وَهُوَاهُوَا فَانْتَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ وَهُوَاهُوَا فَالَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَطَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ وِشَاوَهُ فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الظَّهَرُ وَمَالَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَغُضُّونَ وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِقٍ وإذا تتنع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بها بائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذين يغسر المبطلون وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَادِيَةً كُلِّ أُمَّتٍ تُدْعَا إِلَى كِتَابِهَا أَلْيَوْمَةُ الْزَونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتاب لا ينتق بالحق إِنَّا كُنَّا نَسَّانْسِخُمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُذْكِرُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وذلك هو الفوز المبين واما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتنع عليكم فاساكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إننا الرنو إلا رنو وما نحن بمستعقنين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بهي السهدئون وقيل اليوم ننساكم كما نشيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجوا منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم